مؤتمر مثل هذا بالأمكانية هذه وخاصة أنه مؤتمر عالمي شكل أساسا رمز تاريخي بالنسبة للأكاديمية الخاصة بالعلوم الطب الشرعي كون أول مرة يكون خارج أوروبا في منطقة الخليج بصفة عامة ويمكن أنه في المنطقة العربية كان لابد من الاستفادة منه لذلك تكون إيجابيتها أفضل بالنسبة للمشاركين بالنسبة أيضا لهمية هذا النوع من المؤتمرات في هذه المنطقة لذلك ليس الجانب التسويقي الخاص بوجود المؤتمر في دولة الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة وإنما نحن نتكلم عن وضعية المؤتمر وأنعكاسه خاصة للاستفادة منه اليوم يمكن أن العلوم الخاصة بالطب الشرعي معنية بها كل وزارات العدل وأيضا وزارات الداخلية على حد السواء وأيضا الكليات الطبية ففرصة وجود المؤتمر وتنظيمة من قبل مدينة دبي وبالذات شرطة دبي سوف يكون له انعكاس إيجابي إن شاء الله على المهتمين بهذه العلوم وأيضا من خلال المشاركات على اعتبار أن كثير اليوم من الطلبة المعنيين في الجامعات التخصصية يمكن أن يحضرهم مؤتمرات نوعا ما بعيدة جغرافيا وإنما وجود المؤتمر هذا سوف يساهم إن شاء الله أن يغطي المنطقة ككل وبالذات المنطقة العربية شركة اندكس معنية بالأمور التسويغية ومن المؤكد أن خاطبة هذه الوزارات وسوف تكون لهم مشاركات بالذات إن لم تكن على مستوى الوزارات فتكون على مستوى أيضا إدارات الطب الشرعي في هذه الدول وهذا طبعا من الأمور الغير مستبعدة على اعتبار أنهم معنيين بهذا الجانب ووجودهم قريبين نوعا ما في المنطقة سوف يساهم بالمشاركة ونتمنى إن شاء الله أن ليس فقط المنطقة نتمنى أن الدول العربية على اعتبار أن هذا أول مرة يكون خارج أوروبا وفي نفس الوقت يمكن أن مؤتمر تخصصي في مجال جدا مهم في هذه السنوات وخاصة أن هناك علوم جديدة في هذا المجال تستدعي أيضا أمور تتعلق بالتأهيل والتطوير البشري بالنسبة للعاملين في هذا المجال أنا تكلمت أنه ليس متخصص فقط في مجال الطب الشرعي بمعنى ما يعرف عن الطب الشرعي كإجراء يتعلق بإجراءات تتعلق بالتشريح وأيضا علم التشريح وإنما أيضا معني بالجوانب الخاصة في المجال الجنائي ممكن استفادة من المعنيين بوكلاء نياب محامين ضباط في مجال مكافحة الجريمة وأيضا طلبة لا زالوا في مراحل حياتهم الدراسية الطبية اللي يمكن أن تساهم مساهمة فعلية في أن تكون هناك إيجابية تعمل تتعلق بالمشاركة والاستفادة من ورش العمل اللي بتكون على هامش أيضا المؤتمر هذا في حد ذاته من الأمور أكثر من جيدة في هذا السياغ ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع والله أتمنى أن تكونوا مشاركين وعلى اعتبار أن اليوم وجود المؤتمر فرصة ونتمنى أن دائما الشخص دائما يرمز بالنجاح لاستغلال لتلك الفرص ترجمة نانسي قنقر